اللي بتتم في إطار مبادرة حياة كريمة طبعاً أو المشروع القومي العملاق اللي بتتمتع بيه عدد كبير من محافظات الجمهورية وعدد كبير أيضاً من أهلنا في الأماكن المختلفة سيادة المحافظة يمكن سيادتك كنت اتكلمت على 664 مشروع بيتم تنفذهم دلوقتي على أرض الواقع في المحافظة بالضبط كده سيادة 740 مشروع بيتم تنفذهم دلوقتي في المحافظة طبعاً تشتغل في كل نواحي البنية التحتية طبعاً بنشتغل فيها بنشتغل طبعاً في تأهيل المنازل تبقى الحسي بالمنزل يليك حالينا في القرى والنجوع بنشتغل برضو في الطرع عملية تبطيل الطرع وفي تقطيع بعض منها بنشتغل طبعاً فيه جزء مهم جداً اللي هي التنمكين الاقتصادي أو التنمية الاقتصادية الدولة مهتمية بيه جداً دلوقتي والحقيقة فيه العديد والعديد من المشاريع زي المجمعات الصناعية والحلفية اللي بتعمل في هذه القرى بحيث ان يبقى أبنائنا في القرى مش بس عايشين حياة كريمة وكمان عندهم تنمية اقتصادية يقدر انه هو من خلال عمله داخل القرية يقدر يعيش حياة كريمة هو أولاده ويعلمه وبالتالي تبقى الحضر إذا الغيف والقرى عايش زي الحضر بل أفضل منه إن شاء الله بإذن الله يمكن فندم من الحاجات الجميلة جداً والأخبار المفرحة إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة فازت بجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة ضمن جوائز التميز الحكومي طبعاً اللي تم الإعلان عنها من خلال أيام قلائل وطبعاً بنتكلم على وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هي اللي كانت متبنية هذه الجوائز فعيز أعرف محاك تعقيبك على فوز هذا المركز بهذه الجائزة وإيه الدعم اللي حضراتكم ممكن تقدموه لكل المراكز في المحظة عشان تكون على نفس المستوى ونفس القدر من التميز على المستوى الحكومي ده حيو صديق شامل وده يمكن البند اللي أنا اتكلمت فيه اللي هو بناء القدرات وتطور المؤسسة يعني الدولة ده تحتمي بالإنسان قبل ما تحتمي بالمكان أو الحق التنمية لأنه هو الإنسان اللي هينمي وهو الإنسان اللي هيطلع لمستقبل إن شاء الله فاتهزت التنمية اللي بتتم خلال تأهيل أولادنا وأنهم يبقادرين على تنفيذ أعمالهم بكفاءة بتبقى ليه أبعاد قياسية لازم يكون ملتزمين بيها وبالإضافة كمان إحنا وفرنا لهم مراكز تكنولوجية ودي إنه هو تحولنا لعمل الحكومي للرقمنة وأصبحت اتهنوا عملهم بالرقمنة وبالتالي عندهم بناس كاملة وافية يأخذوا القرار السليم إحنا عندنا الحقيقة تسع مراكز من هذا النوع فأحد هزين المراكز لكن أنا قلت حضرة أنا كنت مطلوب منها رشح مركز واحد لكن أنا لو رشحت المحافظة كلها أنا واصق لها إن شاء الله إن كلهم مؤهلين على مستوى عالي وطبعا يعني فرصة أن أنا بتقدم الشكر لمركزنا هذا أنه هو يعني وصل لهذه المرتبة المنتازة وإن شاء الله يعني ده دافع علينا كلنا في المحافظة إن شاء الله ومحافظة إنا من أفضل محافظات بإذن الله يا رب يا فرح والناس تستهلح هي كل خير ومجوداتكم أكيد مشكورة يمكن يا فندم عايزة أختم بقى مع سيادتك بصناعة العسل الإسود واحد من أهم ربما التكتلات الصناعية بإنا والمحافظة أطلقت خطة تطوير الصناعة دي مؤخرا حبينا نتكلم عن خطة التطوير فيما تعلق بالعسل الإسود لأنه طبعا من الصناعات اللي بيقوم عليها برضو عدد كبير من المواطنين وطبعا بتشتهر المحافظة بهذه الصناعة في نطاق الجمهورية بالكامل طبعا الأكتادة السياسية تهتمي جدا بتنمية الحلف التراثية وخاصة بمحافظة إنا وبدعم القطاعات الرائدة في الميزة التنافسية وإحنا عندنا في إنا الحقيقة من خلال طبعا التكتلات الاقتصادية عندنا في محافظة إنا إحنا الدولة اهتمت جدا بهذا المجال لأنه دي برضو أحد طرق التمكين الالتفادي وتمينية التصوير ففي محافظة إنا الدولة من خلال طبعا تمنية سعيد مصر اختارت سيد شام سمعني أيه فندن احنا سمعين سيادتك فندن اختارت في المرحلة الأولى أن هي تتطور اثنين تكتل هو تكتل صناعة الفركة والعسل الإسود لحضرات زكارتو طبعا احنا شفنا المعرض تواصلة وشفنا حضور محافظة إنا بقوة في المعرض في حضور في قامة الرئيس السندي والسنان المفاتر وأن صناعة الفركة دي طبعا صناعة من يام الفرعنة والحمد لله يعني بدأت تعتبر بدأت تنتشر في إنا بعد ما كانت بدأت النهاية تندسر لا بدأت تنتشر تاني وبدأت بوص الصناعية لكن أنا هكلمك على العسل الإسود عشان ده سؤال حضرتك العسل الإسود احنا في محافظة إنا كنا مبارح موجودين في ورشة عمل في مجموعة من وزارة التجارة والصناعية الموجودين معنا وكنا عاملين ورشة عمل لكل العاملين والممتحنين هذه الحرفة في محافظة إنا وكنا ندربهم طبعا احنا بناخد التكتل العسل الإسود بنتعامل معاه بأسلوب علمي بمعنى أول حاجة أن احنا بنأهل الناس اللي بشتغلوا في هذه الحرفة بنعرفهم إزاي يدير وينمي هذه الحرفة الحاجة التانية بنطوره الإنكالات يعني العسلات اللي بشتغل بيها بنجيب له أو بنساعده في الحصول على أحدث أنواع العسلات عشان يبقى المنتج يبقى منتج سليم المنتج نفسه بنبقى بنتابعه حيث أنه يتناسب مع المواصفات والقياسات المصرية حيث يبقى لما ينزل السوق بل لما يطلع كمان السدار الخارجي نافذ بقوة بنوفره كمان إزاي نعمل له عملية تسويق سواء من خلال الأسواي اللي موجودة عندنا أو من خلال المحافظة ومن خلال الدولة وبرضو من خلال شبكة العنكبتين الإنترنت اللي احنا بنعمله صفحة الإنترنت بحيث أن احنا نسواء له منتجاته وكل دي في سبيل تنمية هذه الحرفة حيث بدل ما كانت حرفة بسيطة بإمكانها عدد بسيط تبقى صناعة في محافظة إنا وليها اسم وليها لوجو خاص بيها والحمد لله احنا نمشينا فيها خطوات كبيرة الفركة وإن شاء الله كمان عندنا التكتل للطماطم وعندنا تكتل للفخار نحول الفخار بعد ما كانت حرفة ضرب البيئة هتبقى صديقة للبيئة وإن شاء الله دي بره تبقى من ضمن النقطة القوة في محافظة إنا بإذن الله في المحافظة اشتركوا في القناة